يمرن صادق العامري يده بالأخرى إذ يعاني من شلل النصفي دون أن يجد علاجا طبيعيا أو أبسط أشكال الرعاية الصحية في فترة الانتظار الطويلة انتظار السفر إلى الخارج كغيره من جرح الحرب الآتين من تعز نحن بحاجة إلى مركز علاق طبيعي متخصص ومركز علاق طبيعي مخواعصا متخصص لأنه مؤهما الصفر في هذا القانب بالنسبة في محاولة عدن حال الجرح هنا يزداد سوءا في السكن المخصص لهم في العاصمة الموقتة فلا نوافذ ولا أسر مناسبة عوضا عن النائمين في الأرض دون الكهرباء المنقطعة في الغالب مع درجة حرارة فاقمت من تليف الجروح التها بالأضام والتها بالقلد كامل مقيحة داخل التأز قيحة داخل أعدان من كثر الحرارة والحماء ساق ماجد هي أبلغ تعبير وأقساه عن جريمة إهمال تجسد أبشع صور الفساد لا يوجد لا تكيف لا سكن لا تغذية زي الناس لا مقارحة للمرضى لا فراشات خاصة لا يوجد شيء تواصلنا مع جميع القيادات مع المحافظة رأسا تواصلنا مع جميع الشخصيات مع المشرفين الكثير من هؤلاء الجرحة تقرر سفرهم العاجل إلى الخارج لكن المماطلة مستمرة يوم بعد يوم بأعذار واهية من أبسط مسؤول إلى رئيس الجمهورية مرورا بمحافظة تأز يحملهم الجرحة مسؤولية هذا الملف المأساوي على أصواتهم التي بحت أن تجد آذانا صاغية آدم الحسامي قناة بالقيس عدن